تحريم الذبح بعد الصرع وإلغاء قروض صندوق الزكاة وجواز الحج مقابل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا هي جملة المسائل التي أفتى فيها المجلس العلمي للإفتاء والتوجيه الديني الوطني للشؤون الدينية في ختم أشغاله المنعقدة بولاية غردايا الطلب يتعلق بأربع قضايا في هذه الدورة حوادث المرور الكورونا فيروس ذبح بعد الصرع وإصداء وإعطاء قروض من صندوق الزكاة مجلس الإفتاء فصل في القضايا الثلاثة الأولى في حين أجل البث في مسؤولية حوادث المرور إلى دورته المقبلة رفقة قروض أنساج وقروض السكن لن يكون لنا مصدر في إبداء رأي الديني سواء مصدر كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه صلى الله عليه وسلم النتائج التي خرج بها مجلس الإفتاء يبدو أنها ستتلج صدور الجزائريين وتنهي مرحلة الشك التي عايشها لمدة طويلة خاصة فيما تعلق بالحج والقروض والدبح بعد الصرع في انتظار كم من هائل من الفتاوى العالقة والتي تنتظر الفصل منذ سنوات طويلة